في هذه الأثناء يلقي الكلمة السيدات والسادة ممثلية المجتمع المدني بكل أطيافه السيدات والسادة أصحاب السعادة الأسرة الإعلامية الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لمن دواعي الصرور والاعتزاز أن أشرف اليوم باسم السيد الرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على هذا الملتقى الذي يعقد تحت رعايته السامية للإعلان الرسمي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والذي أريد له أن ينظم بالتزامن مع إحياء الذكرى العشرون لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته وكذا مع ذكرى مرور سنة عن تنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد أيها السيدات الفضليات أيها السادة الأفاضل لقد أولى السيد الرئيس الجمهورية منذ انتخابه عناية كبيرة لأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بشتى أشكاله وأنواعه حتى تم لهذا الغرض تفعيل العديد من التعهدات لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز الحكم الراشد وإصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها وتدعيم الديمقراطية التشاركية وبناء مجتمع مدني حر نزيه ونشط بغية بناء جزائر جديدة قوامها الحق والقانون والعدالة وركائزها العدالة الاجتماعية والمساواة في كنف الديمقراطية التشاركية تحقيقاً لرفاهية المواطن ورخائه وكان لي الشرف بمناسبة الشرافي باسم السيد الرئيس الجمهوري على تنصيب رئيسة السلطة العليا للشفافية في مثل هذا الشهر من السنة الماضية لأشير حينها إلى الأهمية التي يمثلها استحداث هذه السلطة العليا كمؤسسة رقابية ومنحها صلاحيات واسعة بما يؤهلها بالخصوص لوضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي نحن اليوم بصدت إطلاقها رسمياً لقد أسس دستور 2020 للعديد من الإجراءات والتدبير المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته لا سيما من خلال ديبجته التي هي جزء لا يتجزأ منه والتي تنص لا سيما على ما يلي تعبر الجزائر عن تمسكها بالعمل بالوقاية من الفساد ومكافحته وفقاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وكذلك مختلف المواد التي تناولت مواضيع ذات الصلة منها على سبيل الذكر ولا الحصر ما تعلق بحماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب وتفعيل دور المجتمع البدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية وواجب التصريح بالممتلكات وتفادي وضعيات تعارض المصالح وأن لا تكون الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة مصدراً للإثراء والصراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة الضيقة على حساب المصالح العامة بهذا الشأن قامت الحكومة بجعل هدف مكافحة الفساد وأخلقت الحياة الاقتصادية والاجتماعية يساير وثيقة مخطة عملها السنوي عن طريق وضع قواعد تنظيمية وإجرائية ترمي بصفة وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى ضمان شفافية في تسيير المال العام والابتعاد عن المحابات والزبائنية وفصل المال العام والابتعاد عن المحابات والزبائنية وفصل المال الفاسد عن السياسة والتي كان السيد رئيس الجمهورية رائداً لها من خلال قراراته الصارمة التي اتخذها في وقتها وقد نجح من خلال ذلك في تطهير العمل السياسي من كل ما يشوبه أو ينحرف به عن تغريب المصلحة العليا للبلاد والنأي بها عن كل مصلحة شخصية ضيقة أو حزبية أو عشائرية ضيقة كذلك أيها السيدات الفضليات أيها السادة الأفاضل لقد حرصت الجزائر منذ انضمامها إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بمابوتوف بتاريخ 11 جوليا سنة 2003 والتي صادقت عليها في 10 أبريل 2006 على الانخراط الكامل في جهود مكافحة الفساد في القارة الإفريقية من خلال اتزامها بالتعاون التام وبشكل شفاف مع المجلس الاستشاري الاتحاد الإفريقي حول الفساد في إطار آلية متابعة تنفيذ الاتفاقية المنصوصة آنفاً وفي نفس السياق سعت الجزائر أيضاً إلى تعزيز تواجدها في المحافل والهيئات الإفريقية المعنية بمكافحة الفساد على غرار المجلس الاستشاري الاتحاد الإفريقي حول الفساد وكذاً ضمامها إلى اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية في سنة 2020 والتي تشغل الجزائر حالياً صفة عضو بالمجلس التنفيذي ممثلة لدول الشمال الإفريقي أيها السيدات الفضليات أيها السادة الأفاضل لعلكم تدركون أن الفساد ظاهرة عابرة للأوطان وتأخذ أشكالاً متعددة ومتشعبة الأمر الذي يقتضي مننا جميعاً تخطيطاً استراتيجياً مبنياً على أسس ومناهج علمية من خلال الاستعانة بتجارب البلدان التي سبقتنا في هذا المجال والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات التي تنشط في هذا الإطار وبالأساس من خلال تضافر جهود كل الفاعلين على الساعة الوطنية والدولية ومن هذا المنطلق فإن الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي كانت محل استشارات واسعة وطنية ودولية تعد أحد الخطوط التوجيهية التي سيتم اعتماد عليها وعلى مستوى المؤسسات العمومية والقطاع الاقتصادي العام والخاص والمجتمع المدني بمختلف أطيافه وفق الآليات التي تضعها هذه الاستراتيجية والمستمدة من القوانين المعمول بها لا سيما دستور 2020 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون 0601 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والقانون 2008 الذي يحدد تنظيم السلطة العليا وتشكيلتها وصلاحيتها وكذا مهامها وبالتالي فإن هذه الاستراتيجية الوطنية ستصبح من الآن فصاعداً وثيقة ملزمة لجميع الأطراف أقولها سوف تصبح وثيقة ملزمة لجميع الأطراف وسوف تعمل الحكومة على تثبيت هذه الوثيقة ومتابعة تطبيقها بالآليات التي وضعت والتي ستوضع في الأيام المقبلة إن شاء الله من أجل متابعة صارمة لهذه الاستراتيجية حتى لا تكون حبراً على ورق وحتى نبتعد عن التنظير ونمضي إلى التطبيق فلا مجال للتنمية المستدامة من غير حوكمة جديدة متجددة على أسس من النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد بكل أطيافه وبكل أشكاله وبالتالي فإن هذه الاستراتيجية الوطنية كما قلت ستصبح من الآن فصاعداً وثيقة ملزمة لجميع الأطراف بحيث ينبغي العمل بها والصهري على متابعة تنفيذها وفقاً للمؤشرات القابلة للقياس الموضوعة بموجب أنظمة المتابعة والتقييم المرفقة بهذه الاستراتيجية خلال الفطرة الخماسية 23-27 التي ستشرف عليها هيئة وطنية تتشكل من مختلف الفاعلين الرسميين والشركاء الاجتماعيين برئاسة رئيسة السلطة العليا وبعيداً عن المجال الوطني دعوني من هذا المنبر أستغل هذه الفرصة لأدعو كل البلدان والشركاء الأجانب من أجل مساعدتنا ومساعدة الدول النمية في استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج فلا يستقيم أن تطلب مننا هذه الدول وهذه الهيئات أن نكافح الفساد وأن نكافح الرشوة ولا تمد لنا يد المساعدة من أجل استرجاع هذه الأموال المهربة بل وتوفير أحياناً الملاذ الآمن لهذه الأموال المهربة فنطلب من كل هذه الهيئات الدولية والدول التي استفادت من توطين هذه الأموال المهربة من مساعدتنا في استرجاعها بالآلية التي تسمح لهذه الشعوب من أن تستفيد من هذه المقومات التي هي في الحقيقة نتاج فساد ونتاج أمور كثيرة أنتم أدرى بها أخيراً وإذ أعلن رسمياً باسم السيد رئيس الجمهورية عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالنسبة لفطر الممتدة بين 23 و27 فإنه لا يساءني في ختام هذه الكلمة الوجيزة إلا أن أتمنى لأعمالكم تمام النجاح والتوفيق وأن أجدد لكم التزام الحكومة بمرافقة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته خلال كل مرحلة تنفيذ هذه الاستراتيجية وفقكم الله جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن مشاهدين الكرام كانت هذه